السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاثمئة وستين درجة زي ما نوهنا في حلقة دخوله للعذراء والأحداث والحرائق والأمور هاي الآن بده يدخل من برج ترابي لبرج هواي للميزان خلينا نشوف ايش بده يعمل طبعا انتقال المريخ للميزان هو رح ينتقل الساعة وحدة وتسعة عشر دقيقة من بعد ظهر يوم الأحد سبعة وعشرين ثمانية ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية الساعة خمسة وثلاث دقائق من صباح يوم اتناش عشر كوكب المريخ هو المسؤول بتأثيراته عن الطاقة والنشاط والجراءة والقدرة الجنسية اذا كان ايجابي وبرضو بعطينا الشجاعة والاقدام وحب المنافسة والجراءة والاندفاع والطاقة للعمل والحياة الجنسية ايضا ولكن اذا كان سلبي بعطينا الجدال والقسوة والتصرع هذا كافراد فاذا بتحطوها على مستوى سياسي يعني التصرع بالقرارات وقسوة ضرب جامد او عنف جامد جدا وتهديدات ووعود خلال الفترة ما بين سبع وعشرين ثمانية وحتى اتناعش عشرة بيشعروا موليد برج الميزان بالطاقة والنشاط والجراءة ولكن ممكن انهم يفقدوا دبلوماسيتهم المعهودة ويندفعوا في تصرفاتهم بيستفيد معهم في المجالات المذكورة لما بيكون المريخ ايجابي موليد الابراج الهوائية الاخرى والنارية الدلو والجوزاء والحمل والاسد بالقوس وكذلك كل شخص تواجد لديه المريخ ساعة ولادته في برج الميزان جدير بالذكر انه مع انتقال المريخ من برج لاخر دائما بيصير في هيك اجواء مشحونة فيها تهديدات اعمال عنف حوادث دائما هاي بتصير قبل خمس ايام وبتستمر خمس ايام بعد الانتقال يعني هاي الفترة بتكون دائما فترة فيها احداث عنيفة جدا هذا الكوكب مسمى اساسا هو كوكب الدم والنار او الو علاقة بالحرب او كوكب الحرب طبعا قديما العرب القدامى سموك النحس الاصغر يعني هو اقل نحوسة من زحل ولكن ايجابياته شوي خففت من بعض الامور عشان هيك كانوا يتشاؤموا من حركته ولا شك زي ما حكينا ان انتقالاته بتسبب كثير من الحوادث والقصومات والحرائق وبتسيطر التوتر على نقوس الناس عموما طبعا بما انه هو كوكب العنف والدم والنار والمواجهات العنيفة والحوادث طبعا المناطق الساخنة بالاحداث هي اكثر المناطق اللي رح تظهر فيها هاي العنف وبما انه هسا بده ينتقل كمان من برج ترابي لبرج هوائي فتأثيره الكبير رح يكون على كل شيء بيتعلق بالهواء يعني عواصف ترابية اللي هو بسموها الطوز او اعاصير امور الها علاقة بالطائرات انتقال مايكروبات اشياء زي هيك يعني اشياء له علاقة بالصحة فعشان هيك هاي الاشياء اللي والتقلب المناخي اهم شيء كمان برضو برج الميزان نفسه بيتحكم بالقضاء والقوانين فبما انه رح ينتقل المريخ لعندهم معناته اموره بتتعلق بالقضاء والقوانين والقرارات الصادمة اللي ممكن تتخذ في بعض الدول كما بتزداد معه موجات الطلاق والزواج والراغبات الجنسية بهاي الفترة طيب ايش الزوايا اللي رح تتشكل يا سعيد اللي على اساسها زي دائما بتحكي انه الزاوية هي اللي بتحدد سعودة ونحوصة الكوكب في البرج والله شوفوا هو اول شيء هو رح يكون في الميزان تقريبا اغلب الوقت احنا بنسميه محترق ليش؟ لانه ما رح يشكل زوايا مع الكواكب الاساسية الا زاوية منفصلة يعني ممكن هيك تيجي في لانه الزهرة بتتراجع هي بعيدة شوي فهي زاوية منفصلة ما بتكون ما بين المريخ وما بين الزهرة فما الها هالقوة الكبيرة بتأثيراتها او تأثيرات المباشرة اللي نقول والله غيرت من سعادة او نحوصة المريخ لانه هو بطبيعة وحامي جدا ولكن في هاي الفترة مع الزهرة لما تصير الزاوية منفصلة يبقى تصير موجات المشاحنات والخلافات ما بين الاحبة حديدا اما بالنسبة للزاوية الاساسية اللي رح تتشكل هاي الزاوية خطيرة جدا 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 يعني بتحطوا ثلاث شحطات عشر شحطات خمسمائة شحطات تحت هاي العبارة اللي انا بدي احكيها وما تتجاوزوها وذكروا هذا التاريخ هاي الزاوية زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين بلوتو رح تكون ذروتها يوم تسعة عشرة طبعا التاثيراتها بتبدأ من بداية شهر عشرة وتستمر لأواخر شهر عشرة يعني تقريبا نهاية الثلثة الثانية او نقدر نقول عشرين عشرة فهاي المدة طبعا انا ما رح اعطيه بداية ونهاية ولكن هذا مضمونها هاي خليني احكي لكم عنها قصة قريبة كانت لما كان المريخ موجود في الاسد صارت زاوية تقابل ما بين المريخ وبين بلوتو ولت انا انه رح يصير اعمال عنف ورح يصير مواجهات ويتكون الحدية عالية وحصل هذا الامر في اكثر من مكان بالعالم وخاصة بفلسطين الآن هاي الزاوية بدأت تتشكل ولكن الآن مش مقابلة يعني المقابلة لسه اقل تأثيراتها من التربيع الآن هاي الزاوية رح تتشكل زاوية التربيع في الوقت اللي ذكرته ذروتها يوم تسعة عشرة فهي بطبيعتها لما بتصير زاوية سلبية عادة منقول بتولد اندفاعات بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب تدفعنا للتمرد للتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وبرضو بتعرقل نجاح مبادرات وعلاقات برضو تعد هاي زاوية دلالة واضحة تماما على المشاحنات والعنف وحرب ودمار على نحو واسع ابتتلوا طبعا هذا الاتصال كما بالدل كذلك ان الفترة هاي رح تشهد اضطرابات للعمال بترافقها عمال شغب او حوادث عنف كما بتشهد هاي الفترة مقتل احد القادي او كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية برضو بتدل على حدوث انقلابات عسكرية او مؤامرات او عمليات تخريبية او ارهابية او تفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات فقولوا معي ان شاء الله انه ولا اشي يصير يعني بتمنى انه ولا اشي يصير بس هاي هي تأثيرات الزاوية لازم تكون معروفة يعني ما بقدر اخبيها او اغير فيها او الطف فيها طبعا اي شخص يولد والمريخ عنده في برج الميزان او موجود هؤلاء ادول الاشخاص بيميلوا للتعاون مع زملائهم ومع شركاءهم في العمل او شركاء العاطفة يا سعيد اعطينا تأثيرات على الابراج خلاص بك يا فراغي يعني ماشي على رأسك تكرموا برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا وجود المريخ في بيت الشراكة ومقابلك تماما بجعلك متسرع ومتوتر في علاقاتك العاطفية او علاقاتك الزوجية وعلاقتك مع شركاءك بالعمل فبدك تتحاول التعامل بطبيعتك الرومانسية اللطيفة وابتعد عن الانفعال والاجواء العصبية اما بالنسبة للعزاب اللي مش متزوجين لا تحاولوا الارتباط او الخطبة او الزواج في هاي الفترة لانها غير مناسبة عموما اول اشي عندك تراجع طارد عندك تراجع الزهرة وعندك المريخ فهدولة الثلاثة رح يشكلوا يعني ضغط عالي جدا بهاي الفترة فأجل الموضوع بيكون افضل اما بالنسبة للتجار بدهم ينتبهوا في علاقاتهم المشتركة والعمليات المالية ويدققوا وما يتسرعوا بتوقيع على اوراق دون دراستها طبعا ايجابيا بتضع يعني المريخ ممكن هيك يحط امامك بعض الخيارات الجديدة والحاسمة وارضية مناسبة للانطلاق اكثر ما بيغضبك في هاي الفترة الاهمال والغباء والتأخر في الموعيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بدكوا تنتبهوا في علاقاتكم او مع علاقاتكم او من علاقاتكم بزملاء العمل لانه المريخ الان في بيت الصحة وبيت العمل فهذا شيء بيجعلك متوتر وبعيد عن التركيز المطلوب ممكن هيك يصير عندك يعني هيك طاقة لفرض رأيك على زملائك وهذا شيء ممكن يعرضك لمواجهات مع احدهم انتبه ايضا من المبالغة في تقدير قواك الجسدية حمل اشياء ثقيلة الان في اسفل الظهر شد عضل فبدك تنتبه من هاي النقطة ايجابيا بيمنحك المريخ قوة وطاقة خلاقة وبتحسن في تحسن هيك بيصير على مستوى نشاطك في مستوى العمل وانجاز بعض العمال ولكنك تحذر زي ما حكينا من العصبية والتهور على المستوى الصحي اذا حضرت وكان في حذر والانتباه من الاوزان الثقيلة او الامور اللي تتعلق بالاصابات صحيا بتكون الاجواء جيدة اكثر اكثر اشي بيغضبك في هاي الفترة الكذب النفاق والظلم ايضا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكون تنتبهوا في هاي الفترة في علاقاتكم مع احباكم المريخ رح يدخل للبيت الخامس فهنا رح يركز على الاحباء على الابناء على حب العاطفيين علاقاتك مع المقربين الابناء الاخوة العائلة بتميل تطلعها تطلعها بطريقة او تفضفض بطريقة بعيدة عن الاخطاء او المجازفات ايجابيا بيمنحك المريخ رغبة في الانفتاح على حياة اجتماعية جديدة او او تقديم او تقديم الافضل اكثر شيء يزعجك في هاي الفترة الحاح والامر الواقع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا المريخ رح يدخل على بيت البيت بيت العائلة فبدك تنتبه في علاقاتك مع افراد الاسرة ما تكون عصبي او حاول التخفيف من مزاجيتك والانفعالية في هاي الفترة لانها بتسبب لك الام في الرأس وعصبية وحدية وممكن تخرج عن طورك انتبه لصحة احد الوالدين اه كون على طبيعتك المريحة حاول تفريغ شحنات التوتر في شيء بتحبه احذر من استخدام الادوات الحدي وخصوصا الستات اللي بيشتغلوا بالمطبخ او اللي ب الغاز والسكين والاشياء هاي بتكون تنتبهوا ايجابيا بيمنحك المريخ انفراجات على الصعيد العائلي في بعض الامور او الامور اللي ايها علاقة بمسائل العقارية اكثر شيء بيزعجك في هاي الفترة التجريح والاستهانة من قدرتك برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد طبعا هاي الفترة بتركز على تنقلاتك لا تدخل لا تدخل في خصوصياتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا المحتالية الطريقة بتكثر عندك الاعمال الاضافية والحركة لحصد المال ولكن زي ما حكينا المصاريف زيادة اكثر اشي بيغضبك في هاي الفترة القاء الاوامر عليك وفرض الرأي والتقليل من كبرياء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان حاولوا قدر الامكان انكوا تكونوا هادئين وتكونوا على طبيعتكم المريخ زي ما حكينا رح يكون موجود عندكم بيمدك بالطاقة والقوة والشجاعة والرغبة في تحقيق الذات ولكن بتميل للمنافسة بشكل كبير بتعيش فترة من الطاقة المتجددة على جميع الاصعدي ولكن بدك تنتبه اثناء تعاملك مع الاخرين من احكامك القاسية وبدك تكون حذر من اشخاص ما بتعرفهم وحاول انك ما تدخل في مواجهات او مشاجرات اكثر شيء بيزعجك في هاي الفترة قلة الانضباط والعشوائية كل اشخاص اللي بيكونوا لابسين اقنعا انهم اصدقاء في هاي الفترة بيكثروا ممكن بينصبوا لك فخ او يعني يوضعوك في مشكلة انت بيغنى عنها او يتعمر عليك بالخفاء فابدك تكون حذر اثناء التعامل مع الجميع احذر من كل تصرف غير محسوب النتائج وحاول انك ما تبالغ في الطيبة والثقة فثم اشخاص من حولك لا يوثق بهم حاول انك ما تنخدع بالوجوه الضاحكة كثير اركن للاشخاص اللي انت متأكد من حبهم لايلك ايجابيا بمنحك المريخ قوة الحدث والقدرة على معرفة الكثير من الخفايا اكثر اشي بيغضبك في هاي الفترة التهميش والفوضوية والعنصرية ايضا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بدكوا تنتبهوا من اثناء تعاملكم مع اصدقائكم او مع اشخاص مقربين لالكم حاولوا يعني انه تضبطوا عصابكم من الظهور لزيادة يعني تلمع نفسك زيادة او تتباه بنفسك زيادة او الانا او فرض الرأي بالقوة اجعل الحوار يدور في جو من الهدوء انت دو طبيعة نازقة احيانا ولكن بحضورك الجميل بامكانك التقرب من الاصدقاء او من اصدقاء اكثر او حل الخلافات بعيدة عن التوتر صحيح انه رح يكون في بعض الامور رح تستفزك ولكن ضبط العصاب مطلوب وخصوصا في المناسبات الاجتماعية او مع الاصدقاء ايجابيا بمنحك المريخ القدرة على اظهار مواهبك الكبيرة والكثير من الفرص المالية اكثر شيء بيغضبك في هاي الفترة التلاعب او السخرية او السطحية في التعامل معك برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اه يسؤلين عنك في العمل لانه الشوي ممكن يصير بعض المشاحنات او الاستياء من تصرفاتهم او قراراتهم ممكن يكون هناك خلاف مع الام او مع الاب حاولوا انك تتفهموا وجهة نظرهم اه يعني في اي شيء بيتعلق فيهم ايجابيا بيمنحك المريخ الاصرار والشجاعة والتحسن الصحي اكثر اشي بيغضبك في هاي الفترة الكذب والمراوغة وكثرة العتاب برج جد بالنسبة لموليد برج جد دلو طبعا هنا المريخ رح يدخل على البيت التاسع بيت حليف وقوي بالنسبة للك ولكن لازم اننوه لبعض السلبيات هذا بيت السفر والدراسات العليا بالنسبة لك لكن عليك الحذر في هاي الفترة من كل الاماكن المجهولة بالنسبة لك ايضا واللي ابتعاد عن الاشخاص الغرباء اما وبرضو الاماكن اماكن الشبهة عليك الانتباه والتمحيص كثير خلال السفر او التنقل الخارجي او الدخول في عمليات استراد او تصدير بدك تدقق بالتفاصيل وتدرس الموضوع خوفا من الاحتيال عليك او خوفا من استدراجك احذر في العلاقات الاكاديمية استكمل وراقك بشكل جيد وخصوصا اذا عندك امتحان ما تتصرع بالاجوبة وما يعني تلغي هيك تعتمد على الحضود ايجابيا بيمنحك المريخ الجراءة والمغامرة والرغبة في الاكتشاف برضو كثير من موليد برج الدلو بصير عندهم مرارباك اما للسفر او للتعامل مع الاجانب اكثر اشي بيغضب موليد برج الدلو بهاي الفترة عدم الالتزام بالقوانين والسطحية برج الحوت بالنسبة لما موليد برج الحوت طبعا بتكوا تنتبهوا في هاي الفترة بكل شيء بيتعلق بالاموال المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه اللي مش اليك لحالك اي مال مشترك مالك مال زوجك مال ابنك هاي اسمها اموال مشتركة لا تحاول انه تدخل فيه اي شراكة مالية في هاي الفترة لانها بتكون مبنية على اندفاع ورغب غير صحيحة برضو اللي باخد قروض من البنوك الفترة هاي اذا خد قرض من البنك بدك تدرس هل انت عندك القدرة للسداد ولا لا حاول تسديد الاموال المتراكم عليك من ضرائب او مستحقات مالية على الرغم من انه الاموال اللي ابتصلك بطريقة مختلفة في هاي الفترة الا انه في بعض التهور او الاندفاع في صرف الفلوس انتبهوا لنفسيتكم ووضعيتكم الصحية خلال هاي الفترة ايجابيا بيمنحك المريخ الرغبة في اظهار قدراتك الخفية اكثر شيء بيزعجك بهاي الفترة اول اشي غير صفة الامر التدخل في شؤونك والاهمال وايضا امر مهم جدا انه يشعرك بانك ناقص او ضعيف طبعا هيك بنكون انتهينا من هاي الاخبار الفلكية وان شاء الله انه يصير كل اشي ايجابي ولكن الحذر واجب من حذر سلم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء